في كتاب رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية ينقل علي الدفاع كيف عرف طب العيون قديماً عند العرب والمسلمين في العصور الإسلامية بعلم الكحالة والكحال هو الشخص اللي عنده خبرة ومعرفة جيدة بالأمراض اللي بتصيب العين أما أشهر علماء العرب في طب العيون واللي أسهمت تجاربهم ومعرفتهم في تطور هذا العلم عبر السنين ابن الهيثم وهو عالم عربي كتب عن البصريات وتشريح العين في كتاب سماه البصريات وابن النفيس وهو عالم من دمشق كتب كتاب ضخم سماه المهذب في طب العيون مجزأ في جزئين في العلم النظري لعلم العيون وأدوية العيون البسيطة والمعقدة أهلاً بكم واحدة من أهم حلقتنا في الإسبوع على الإطلاق النهاردة طبعاً منفردة لقيمة الضيف ولقيمة السبجة كله العيون هو فيه أهم يا جماعة من الجوارتين العين دي معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى معجزة المعجزات لما تيجي تشوفها كده ما تملكش إلا إنك تقول سبحان الله فعلاً العين إزاي بتحرك وإزاي بتشتغل وكل وظيفة وكل جهاز ده العين أجهزة ولازم تفهموا حاجة وإحنا بنتكلم على العين دلوقتي العين تخصصات دلوقتي هي اللي بتشوف النظر هي اللي بتشوف الأشياء الجميلة هي اللي بتشوف الدنيا اللون التفاصيل الجفون دي لوحدها قصة وموال وزي الرموش دي لها قيمة مهمة جداً القرنية الجزء المهم وعدسات العين اللي بتجمع الضوء بشكل رائع جداً والسوائل الموجودة في العين والعدسة بقى ده العدسة دي يعني ما تقعد تبصيرها جداً وتتخيل إزاي بتتحرك عشان تعمل حاجة اسمها الأكموداشن تتعجب تتعجب جداً إزاي تشوف القريب والبعيد وطبعاً يعني البيوبل دي مهمة جداً واتسحها وانقبضها ولما نيجي نشوف العين ده كمبيوتر يعني الرؤية بتنقل إزاي بتتحرك بديناميكية شديدة المهارة كل حاجة لها قيمة كل حاجة الطبقة بتاعة الدموع اللي فوق العين اللي هي قيمة كبيرة السوائل اللي دخل العين اللي هي قيمة كبيرة جهاز دمع ده شايفيني جهاز دمع ده يا خبرة بيض يخرب عقل التعقيد إزاي إيه ده الجمال ده الحلاوة دي وبعدين الشبكية رأى ياه وما أدرك ما الشبكية ده دي جزء من جهاز العصبي والعصب البصري ده متطور بطريقة ما فيش ولا كاميرا في العالم زي العين في دقتها ولا قريبة منها حتى العين أكثر تعقيداً وأجمل من أي كاميرا مهما بلغ دقة الصورة بتاعتها وما بلغ النقاء بتاع الأداء بتاعها العين نعمة لا يدركها إلا الأسف اللي فقدوها النهاردة حوار حول تصحيح الإبصار ونتكلم على واحدة من أدق أساليب تصحيح الإبصار وأكيد كالعادة في أساليب تصحيح الإبصار لما بنتكلم على سبجيكت معين من الأساليب نتطرق إلى إخواته نتطرق إلى الناس تاني هنتكلم على الفمتوسمايل أكيد هنتكلم على الفمتوسمايل ونقارن بينه بين الفمتوسمايل بشكل تخيصي وطبعاً هنستمتع بهذا الحوار مع واحد من الفيجرز الكبار في عالم جراحات العيون وفي عالم تصحيح الإبصار مسعد جداً بوجوده معي فهو رمز كبير جداً للدكتور وكرزمة خاصة جداً لسعد دائماً بالاستماع لها الجراح الكبير وضيفي العزيز أستاذ دكتور أحمد عسف تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إي حق أنه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزي كليز في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزيك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزيك الناس لسه بعدهاش ثقافة التفرقة بين الليزيك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزيك النهاردة جالي ما يبيضى بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزيك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضى في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزيك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا جراحي العيون العلامي الأستاذ دكتور أحمد عساف أهلا بيك دكتور أحمد أهلا وسهلا إيه النور ده ده نورك ونور الدكتور لا لا نورك أنت سعداء جدا أولا بكبولك الدعوة وسعداء باختيارك الموضوع فيلم تسميل حاسس كده أنه لسه برضه أو يعني بقى أنه كتير منك اللي مش عنه آه هو فعلا أولا كتير قوي من المرضى أنا بأكد برضه ما أحبش هو المرضى ناس عمتا اللي عايز يعني يتخلص من النظارة بيسأل تحديدا على الفهم تسميل الفهم تسميل ده تكنولوجيا عالية جدا هو ده المستقبل بتاع أصلاح الإبصار لكن لازم نبقى فاهمين كويس قوي أنه ما ينفعش لكل العيون فأنا أعتقد إحنا دورنا إحنا نوضح إن الفهم تسميل ده عبارة عن إيه وإيه اللي ليه وإيه اللي عليه علشان فاكرة الناس إن هو إن الفهم تسميل خلاص يعني أنا ما ينفعليش ليزك ما ينفعليش إكس من العمليات فأنا راح أعمل الفهم تسميل وخلاص أو الفهم تسميل ده هو ده يعني آخر حاجة وده أحسن حاجة موجودة فإحنا عايزين نوضح الكلام ده حالك العادة جملتك فيها المضمون كله يعني الجملة اللي أنت قلتها النهاردة دي في الأول الكلام اللي هي إن الفهم تسميل هو إيه هو يصلح لمين ما يصلحش لمين مضمون الكلام كله بس هنفصصها بقى حتة حتة فأبدأ بالأول ما هو الفهم تسميل الفهم تسميل هو باختصار شديد أولا خلينا ننتفق أنا عايز أوضح تاني للسيد المشاهدين إن القرانية اللي هو الجزء الخريج من العين هي عبارة عن طبقات زي الورقة ده بالزبط كده وعدادها حوالي 200 طبقات أي عملية بنعملها القرانية لو كانت مقوسة بالشكل ده فأنا هو عايز أصلح أسر النظر بخليها أقل التقووس لو واحد تاني عنده طول نظر أنا أخليها مقوسة أكتر استجماتيزم بشتغل على محورين مختلفين عن بعض المهم يعني أنا بغير في شكل القرانية سواء كانت كده أوت بخليها أكتر أو سواء كانت كده بخليها مفلطحة أكتر لو عايز أصلح طول نظر أو أصلح أسر نظر فإحنا بنغير في تحدي بالقرانية إزاي كلام ده عن طريق شواء الليزر شواء الليزر إن هو في الآخر بيقعد يسنفر في القرانية علشان يغير شكلها فبالتالي حجم أو سمك القرانية بيقل ما فيش عملية إصلاح إبصار بتحصل على مستوى القرانية إلا لازم يتبعها إن أنا أغير أو أشيل طبقات من القرانية حتى الفيمتو سمايل إن في ناس فاكرة إن الفيمتو سمايل ما بيشيلش طبقات من القرانية أبدا الفيمتو الليزر السطحي بيشيل من سطح القرانية يشيل طبقات 2-3 من سطح القرانية ودي المشكلة سطح القرانية إن الطبق دي حساسة قوي دي اللي بتحس بالألم ففترة النقاها بعد العملية بتكون صعبة شوية صغرين العين بيحس بحرقان وشكشكة تمتد ساعات لمدة 4-5 تيام بعد العملية وفيه شبورة ساعات توقف العين عبدا ما لقى الأنسجة التائم تاني تمتد ساعات الأسبوعين بعد العملية ففترة النقاها بتكون سخيفة شوية والطبقة كمان السطحية دي هي مهمة جدا في تحديد قوة نسيج القرانية جيه الليزك أو الفهمته الليزك كلمة ليزك بالكاف أو بالك بالحرف الك إن أنا قال له خلاص نشيل الطبقة الحساسة دي من نشتغلش عليها خلاص ابعيدها عن مصر الليزر ليه بها كده هوت الطبقة دي فيها الأعصاب وفيها أنسجة القرانية اللي هي بتحافظ على شكل القرانية نبعدها وننزل شوية الليزر كده زي ما بقين هناك في الفيلم إحنا هنا هوت بالليزر دلوقتي بنعمل قطع في القرانية أنا ببصلحش حاجة أنا لسه بعمل قطع في القرانية دي السطح القرانية اللي هو فيه الأعصاب اللي بتحس اللي فيها الألم مصدر الألم أنا بعيدها عن مصر الليزر دلوقتي بقلبها زي الكتاب كده هوت شوعة الليزر بعد كده شوعة تاني بينزل يصلح حيوب الإبصار اسمه إكزيمال ليزر اللي أولاني كان فهمته الليزر وده شوعة تاني اسمه إكزيمال ليزر صلحت عيوب الإبصار أرجع الطبقة دي تاني مكانها أنا عملت كده وتنزلت شعر ليزر ونرجعت دي تاني مكانها الفيمتو سمايل بقى طب أنا أنا بأعمل أولا في الليزك أنا بأعمل كده أنا بصلح عيوب الإبصار يعني بشيل طبقة أو طبقتين من القرنية بشيلهم خالص طيب لو أنا بأعمل بعد كده بقى فيمتو سمايل الفيمتو سمايل بيعمل ايه أنا بأعمل فتحة صغيرة قوي وبخش وبشيل أنا طبقتين من القرنية أو ثلاثة بالشكل ده كده هو بشيلهم خالص كده هو بس أنا ما لمستش سطح القرنية خالص بشيلها من طبقات القرنية الداخلية هنا هو شو على الليزر هنا هو بيعمل بيقطع في القرنية بس في طبقات القرنية الداخلية وبشيل بعد كده الطبقة دي اللي أنا شلتها بحدد سمك الطبقة دي على حسب أسر النظر عند المريض كلما الأسر النظر يزيد أكتر ممكن طبقة دي تبقى سمكة أكتر لكن في جميع الأحوال هيا بتفرقش كتير في الفيمتوسمايل بيبقى حوالي 30 مايكروم كلها من أولى لأخيرة يعني بشيل السمك كده بشيله خالص والمريض بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي تاني ايه المميزات في الفيمتوسمايل؟ أولا لازم المرضى أو السادة المشاهديدة يعرفوا أن أنا برضو رفعت القرنية في الفيمتوسمايل لأنني شلت طبقات من القرنية شلتها بس شلت من طبقات القرنية الداخلية فأنا ملمستش سطح القرنية وبالتالي مفيش إحساس بالألم بعد العملية فترة النقاها سريعة جدا إن فترة النقاها بتعتمد على سطح القرنية ده فترة النقاها بتكون سريعة جدا إن المريض يقدر يمارس حياته بعد العملية بيومين 3 يمكن النظر يقع بميزغل شوية صغيرين لفترة ساعات التمتد الممكن لأربع خمس أسابيع لكن بيمارس حياته بشكل طبيعي يمكن يلاحظ إن الرؤية يعني مشبرة شوية صغيرين الرؤية مش واضحة بالليل أوي زي ما هو كان متخيل هتستقر في خلال أربع أو خمس أسابيع بعد العملية وسعب تستقر في خلال أسبوع بس لكن إحنا بنقول للمريض بعد يومين تقدر ترجع لشغلك عادي جدا مفيش أي ألم يمكن إحساس الشك بيكون بسيط جدا إن أنا ملمس السطح القرنية خالص وفي نفس الوقت لها ميزة إن الجفاف العين اللي هو مشهور بيعاد عملية الليزك أو الليزر السطحي بيبقى نسبته أقل مع الفمتو سمايل فإذن الفمتو سمايل هو تكنولوجي ظهرت جديدة ليها مميزات إن هي فترة النقاهة بتكون أقل الإحساس بالألم بيكون أقل بعد العملية نسبة حدوث الجفاف العين بتكون أقل لكن بتشترك مع الوسائل الأخرى زي الليزر السطحي والليزك إن هي برضو بتشيل طبقات من القرنية وبترفع القرنية وليها شروط زيها زي شروط الليزك بالظبط اللي ما ينفعلوش ليزك ما ينفعلوش فمتو سمايل عشان الناس فهمها غلط ما ينفعلوش ليزك فنروح عامل بقى فهمتو سمايل لا احنا بنعمل فهمتو سمايل لحاجات معينة على سبيل المسال واحد رياضي بيلعب كورة بيلعب بوكس فإحنا مش عايزين نقرب من سطح القرنية خالص نخلي القرنية زيها زي الشكل الطبيعي فبنعمل فهمتو سمايل واحد عنده جفاف في العين مش عايز زود الجفاف اللي عنده بعد العملية عمله فهمتو سمايل يمكن دول أكتر حكتين بنعمل فيهم فهمتو سمايل او واحد مسلا عايز اعمل العملية ويسفر بسرعة مش عايز فترة النقاه مش عايز متابعات كتير اوكي نعمله فهمتو سمايل غير كده هو كل ما هو ضد الليزك هيبقى برضو ماينفعش مع الفهمتو سمايل لكن الفهمتو سمايل لعيوب ماينفعش فيه الأستيجماتيزم او ما بديش دقة عالية في تصليح الأستيجماتيزم زي الفهمتو لزك ما بينفعش لتصليح طول النظر أي مريض عنده طول نظر يعني مقاسة النظرة بتاعته بالبلس بالموجب ماينفعش فهمتو لازي ماينفعش آسف ماينفعش فهمتو سمايل من الأول كده هو لسه التكنولوجي دي ما ظهرتش يمكن تظهر في خلال 4-5 سنين اللي جايين دول تعتمد دوليا لكن لسه هي في مرحلة التجارب الفهمتو سمايل اللي تصليح طول النظر لسه في مرحلة التجارب يمكن تعتمد دوليا بعد سنة سنتين 3-3 توقعاتي 4 سنين لو حطينا طيب حكتين أنا شايف أن الناس ممكن تلقبط بينهم بمن بعد الفهمتو سمايل جنب الليزر السطحي عشان نقارن بين اللي اتنين نفكر الناس بمعنى الليزر السطحي الليزر السطحي إن أنا بشتغل بشعاع الليزر أو الإكزيمير الليزر هنا هوت ما بستخدمش الفهمتو خالص على سطح القرنية أنا كل الهدف بتاعي نفترض أشهر حاجة أسر النظر لها أقل تحدبا يعني بصنفر من النص بشيل طبقات من منتصف القرنية عدد الطبقات دي بيتناسب مع كمية أسر النظر عايزة صلاح وليه حدود ما قدرش أتعبدها يعني عادة بناعمل الليزر السطحي لغات سالب 6-7-8 كان زمان بيقول لغات سالب 4 دلوقتي بيقول لغات سالب 6-7 ماكسيمم 8 أكتر من كده بيبقى القنين شوية صغيرين طيب هنا هوت كل أنا عملت إن أنا رفعت القرنية بتاعتي ده العلمين ده الليزر السطح لا ده العلمين ده الليزر السطح الPRK والعلى الشمال ده الفيمتو سمايلي هنا هو الليزر السطحي أنا هناك بشيل أشوال الليزر بيشتغل على سطح القرنية ده الليزر السطحي في الفيمتو سمايلي أنا بقطع من نسجة القرنية الداخلية بالفيمتو ليزر بنوع تالي من الليزر خالص غير اللي بستخدمه مع الليزر السطحي وبشيل الطبقة دي بملقات بعد كده وبشيلها بإيدي على طول مباشرة فالتنين بيرفعوا القرانية بس في واحد بيشتغل على السطح القرانية المنطقة الحساسة وواحد تاني بيشتغل تحت السطح القرانية والمنطقة اللي ما بتبقاش حساسة ما فيهاش أي إحساس بالألم فبالتالي فترة النقاها بتكون أكثر من الليزر السطحي لكن احنا بنتكلم إن كل حاجة لها مميزاتها عيوبة الليزر السطحي قد يكون أأمن من الفيمتو اسمايل واخد بالسيادتك لكن هو ليه حدود الحدود بتاعته إنه ما قداش نصلح لغات أكتر من سلب 8 الفيمتو اسمايل لا ممكن نصلح سلب 8 وتسعة وعشر بس بشروط برضو لازم الشروط دي تستوفى ما ينفعش إن أنا أي عين عايزة عمل فيمتو اسمايل عنده سلب كبير أروح أعمله فيمتو اسمايل لازم الشروط تستوفى من ناحية سمك القرانية من ناحية شكل القرانية نتأكد إنه ما عندوش أي مشاكل في القرانية بتاعته ففترة النقاهة بتاعت الفيمتو اسمايل بتكون أقصر أكيد من اللازر السطحي نسبة الجفاف بتكون أقل أكيد من اللازر السطحي الاتنين لو نفترض واحد عنده سلب 8 هعمله اللازر السطحي وعين تاني هعمل لها فيمتو اسمايل الفيمتو اسمايل هتتحسن بسرعة اللازر السطح ياخد وقت أطول لكن بعد كم شهر نقول شهرين في المتوسط الاتنين هيبوا نتيجة واحدة ده لو الاتنين يفعلون بس هنا فترة النقاهة وبقى أقصر عايزة روح لكيس تانية مهمة قوي واعتقد إنها في رأيينا ده المريض فعلا يعني لو الاتنين دول ما يتقالش عليهم مريض ده مش نقول عليه مريض بس ده فعلا قريب منه تقال على المريض اللي هو راجل سلب 15 بقى وسلب 16 وسلب 14 ليه؟ أنا بتاعي لي ده أكثر حرصا على إنه يعمل تصنيع بسرعة من أحد تاني لأنه عنده عاقة حقيقة ده نضرته لما بتكسر مشكلة ده مش هيقدر يتحرك من بيته ومن قطه يعني ده بيته بالنسبة له خطر دخوله لمطبخ خطر من غيرنا الضارة يعني دخوله الحديقة بتاعته خطر لو لعب مع أطفال خطر لأنه ما بيشوفش من غيرنا الضارة خلص سلب 15 أو سلب 14 وده بعيد عن الفيمتو سمايل والفيمتو ليزك والفيمتو والليزر السطح بصوح هيك احنا تصريح عملية تصريح الإبصار ممكن نشتغل على حاكتين العين فيها عدستين مش عدسة واحدة يعني احنا كل الكلامنا بنكلم من العين فيها عدسة لا هي فيها عدستين القرانية دي برعا عدسة هو السطح الخارجي من العين الشفاف دي عدسة فلما بشتغل على سطح القرانية بشتغل عليه بالفيمتو ليزر أو بشتغل عليه بالليزر السطحي أو الفيمتو سمايل كأنه أنا بشتغل على العدسة الخارجية اللي هي القرانية لو ما ينفعش يسمك القرانية ما ينفعش أن أنا أصلح السلب 15 أو السلب 18 أو السلب 14 أو 13 هنا بنشتغل على عدسة تانية لازم نشوف العدسة دي لو شفنا الفيديو الأول اللي أنت كنتوا عرضينه في الأول بتاع العين تركبها هنفهم من العين أكثر من العدسة حتى أنا قلت طاقم عدسات العين بالضبط هما عدسين فعلاً مش عدسة واحدة عدسة جوة العين العدسة البلورية والعدسة الخارجية اللي احنا بقول عليها القرانية لو هاشتغل على القرانية باشتغل بالليزر لو هاشتغل جوة العين أنا ممكن اشتغل ان انا حط على العدسة البلورية نفسيها عدسة تانية ازرع عدسة تانية بعدما تبقى عدسة لسقة على سطح العين ازرعها جوة العين هنا بنسميها عدسة لسقة منزارعة ودي أكتر حاجة تناسب الناس اللي عندهم سالب 15 أو سالب 14 دي طاقم عدسات العينة هنا بيبين العدسة أن هي بتغير كمان في شكلها عدسة العين البلورية الأصلية بتغير في سمكها تابعا أنا عايز أشوف حاجة قريبة أو عايز أشوف حاجة بعيدة الهدف بتاعها أنا بعمل حاجة اسمها او أنا بغير قوة العدسة على حسب ببصها الحاجة بعيدة ولا ببصها الحاجة قريبة ودي إعجاز ده طاقم عدسات العين القرانية في الأول ودي العدسة العينة بالضبط فهنا عندنا عدسة واربعة لو هشتغل على القرانية دي حاجة لو هشتغل على العدسة العين دي حاجة غالبا جرى العرف أن احنا بنشتغل على العدسة العين الداخلية أن أنا أزرع فوقها عدسة تانية أو أن أنا ساعات أشلها واستبدلها بعدسة تانية عشان أصلح سالب كبير سالب 10 11 12 وهكسب لو السالب قليل وسنك القرانية يسبح فأنا أقدمي اختيارات كتيرة قوي أستخدم بقى فامتوليزك أشهر حاجة أو الفامتو سمايل أو الليزر السطحي زراعة العدسات بقى أكلمي عنها شوي والله الناس بتخاف معرفش يعني بتخاف منها أنا عايز أوضح بس إن زراعة العدسة بتأنجح العملية بتختلف طبعا بتختلف اختلاف كل عن عملية المية البيضة مع زرع عدسة عشان الناس بتلخبط الاتنين ما بعد عملية المية البيضة عشان نستبعدها إن أنا عدسة العين هي معطوبة بيضة معتمة أنا بفتتها وبشيلها وبحط مكانها عدسة دانية وده مستبعد في الناس اللي عايزين صلحوا عيوب الإبصار خاصة لو سنهم صغير طب دول بنعملهم إيه اللي هم عندهم سالب كبير واحد واحدة أو واحد عنده سالب 14 أو 15 وسنه حاجة أو 20 سنة أو 30 سنة أو 35 سنة عايزي صلح عيوب الإبصار أنا مش هشيل عدسة العين وحط مكانها عدسة دانية أنا هزرع لو عدسة ففرق كبير جدا أنا بزرع عدسة فوق عدسة العين الأصلية العملية دي بتبقى عملية بسيطة جدا بنعمل فتحة حوالي 2-3 ملي هنا هوت وبتتعمل تحت مخدر موضعي ممكن تتعمل تحت مخدر سطحي زيها زي اللزك بالزبط والمريض ببصاحي العملية ما بتاخدش أكتر من 6 دقايق بالزبط ويمكن تكون أقل كمان هنا البيلمة ده ده عدسة العين الأصلية واللي مبرومة وبتتفلت دلوقتي دي دي العدسة اللي بنحطها فوق عدسة العين الأصلية طيب عدسة رؤية جدا يعني سمكها ببقى ساعات حوالي 20 من الألف من الملي تتحط فوق عدسة العين الأصلية علشان تعالج أستجماتيزم وتعالج كمان أسر نظر وفي بعض الأقوات بنعالج كمان بيها طول نظر بنسبتها بس جوه العين كده هو بالمنظر ده الموضوع ده كله بياخد بالزبط بالزبط 6 دقائق أو أقل والمريض بيكون صاحي وبيمشي وبيستمتع بحدة إبصار يمكن غير مسبوقة بعد كده وبعد العملية بخلال يوم أو يومين تحديدا على طول تقدمت زراعة العدسات تقدم مذهل والنوعية كمان بتاعت هي تقدمت علشان تقدمت النوعية بتاعت زراعة العدسات نوعية زراعة العدسات زمان كانت العدسات تطورت من عدسات بلاستيك لعدسات لينة لعدسات مارينة جدا لعدسات هايدرو جيل كو بوليمور بتقدر تبرومها وتدخلها من فتحة صغيرة جدا حاول 2 ملي وهي بتعالج كمان عدسة قوية سالب 15 مثلا سالب 18 ورؤية جد إزاي الكلام ده هو ده التكنولوجي أو ده التقنية في تصنيع العدسات وهو ده السبب اللي خلت زراعة العدسات بقت أكثر انتشارا دلوقتي هايدرو جيل هايدرو جيل يعني حاجة ملاش علاقة بالصلابة خالص حضرتك دي كمان العدسة تحديدا نأسف في المؤطعة العدسة دي بقت معتمدة في الزباط الجيش الأمريكي يعني كمان هو حتى الزابط في الجيش الأمريكي يبقى يعني ده غير من العملات دي على حساب الحكومة الأمريكية طالما هو ويكمل خدمة ويكمل خدمة شوف حضرتك ده معناها الأمان بتاعها بقت ده سراعة العدسات دي بقت هيلة بيش أي مشاكل منها خالص طالما برضو ديها الشروط ولازم تستوفى وده ممكن وبنقولها في حلقة تانية آه ده دي عم يحتاجين إن نحن نقعد بأن نتكلم على لأنه أنا في رأيي إن الإنسان أبو سالب 16 و 17 ده بقى اللي جاي لك فعلا في احتياج شديد لأنه مثلا سالب 5 سالب 6 هو بيحس آه جميل عنده بديل عنده النظارة مش وحشة لكن النظارة التانية وحشة ما بيقيدوش يلبسوا النظارة خاص آه يعني لأ إن هو رقم واحد مش شكل النظارة وحش بس هو محدد كمان بإطار معين في النظارة يعني لأعرفش يلبس فريملس مثلا معرفش يلبس نظارة حتى مهما خلى الإزاز بتاع النظارة مضغوط على قد ما يقدر ما فيش يا باشا كلام ده تتخلي النظارة برضو شكل العين بيحجمها زيارة يا باشا ما فيش إزاز مضغوط آه أنا أتنصف على لا هو بقى في حاجة كمان بقى مهمة جدا إن هي السالب عشرة بيصغر حجم قدامك 30% فسالب 15 أكتر فأنت بتشوف الحاجة العالم كله حواليك بتشوفه من خلال النظارة أصغر من حجمه الحقيقي 30 أو 35% ده بيانعكس في صورة إن في حاجات المفروض تشوفها ما بتشوفهاش مش عشان نظرك ضعيف عشان النظارة مصغرها لك آه يعني مثلا ممكن يفطى بعيدة أنا أبقى شايفها وإنت إنت نظارتك مضبوطة وشايف بيها ستة ست بس متعرفش تشوف الحاجة البعيدة دي علشان هي إنت شايفها أصغر من حجمها الحقيقي بس أنا شفت عينين كتير منهم عينين انت عملتهم يقولي جملة لطيفة جدا يقولك أنا أبوما أشوف الدنيا نعم الحمد لله هو فيه ناس بس بيقولك أنا مش هزرع في عيني وما تلاقش زرع عصت مش لقى في العين خالص ضيف العزيزي القمة القلمة الكبيرة الأستاذ دكتور رحمد عالسف أستاذ طب وجرحات العيون بكل الطب جماعة عين شمس وزميل كلية الجرحين الملكية البريطانية بلندن كان ضيفي في واحدة من أهم حلقتنا كالعادة العيون نحن ننفرد بها حتى ما حدش به نفسنا فيها على مستوى الوطن العربي وعلى فكرة أنا بقول أنه هذا يرجع بكثير من الفضل لك لأنه أنت يعني قبلت دعوتنا في الدكتور في سبق أكاديمي أن أستاذة الجامعة يبدأوا يظهروا في الأعلام كان صب دلوقتي ما شاء الله كبار الأساذة بيظهروا كله دشار دشار لكن في بيونير اللي يكلمهم الفضل في أنهم قادوا الناس إلى أن الثقافة عبر الإعلام المتنور هو الوسيلة الواحدة فأنا برجع لك هذا أنا بشكرك على دي شهادة أنا أعتز بيها وتأدير يعني ما استحققوش أشكرك شكرا جزيلا خليكم دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة